في المستهل نقلت وكالة انباء الامارات عن وزارة الدفاع قولها اليوم الاثنين انها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين اطلقهما الحوثيون باليمن مضيفة ان الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا فيما تنقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما شاهد مصورة قالوا انها لعملية تصدي الدفاع الجوي الاماراتي لتلك الصواريخ يأتي ذلك في اعقاب مطالب مجلس جماعة الدول العربية على مستوى المندوبين امس كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الامارات